السلام عليكم أصدقائي محب الأخبار والمعرفات تحية طيبة لكم في هذا الفيديو سوف نناقش قضية إن كاسو بالنسبة لكل من يعيش في ألمانيا كي تعرفوا هذا الأمر جيدا وتأخذوا الحضر لأنه تكلمت في هذا الموضوع في فيديوهات متعددة منذ سنوات طويلة أصدقائي لكن ألاحظ بأن هناك أيضا عدد من الأصدقاء وعدد من سكان ألمانيا الجلد من المهاجرين أو اللاجئين ما زالوا لا يعرفون ما هي شركة إن كاسو أو كيف يتعاملون معها ويقعون بالفخ أيضا في الفترة الأخيرة في عملي بالسوتيال لاحظت بأن عدد كبير من الناس الذين أنا مسؤول عليهم هناك في السوتيال أيضا أسكانت عندهم مشاكل مع شركة إن كاسو لذلك أرجوكم تابعوا الفيديو للأخير ولكي نفيد ونستفيد أصدقائي من هذه المواضيع المهمة هناك شركة نوعين من شركات إن كاسو شركات إن كاسو نصابة تنصب على الناس تسرق بيانات الناس تأخذ بيانات الناس إما من أماكن أخرى أو مثلا يعملون مواقع على الإنترنت يقولون سوف تكسب مليون يورو سوف تكسب خمسين ألف يورو سوف تكسب إعطينا بياناتك أو كسب الواحد يعطي بياناته بعد ذلك تأتي الشخص رسالة بالدفع هذه شركات نصابة ترسل للناس رسائل بالدفع على شيء هم لم يعملوه أبدا وهناك شركات إن كاسو ممكن أن يرسلوا إلى الناس إذا شخص مثلا لم يستطيع دفع الفاتورة التي عليه أو الغرامة التي كانت عليه سنعطي بعد الأمثلة أصدقائي مثلا شخص ركب بالقطار بالأسود جاءته غرامة ستين يورو لم يدفعها إلى شركة القطارات أو إلى شركة الحافلات بالمدينة شركة الحافلات حاولت أن تخبر الشخص لم يدفع يحولون ملفه إلى شركة إن كاسو أو يقومون ببيع ملفه إلى شركة إن كاسو إن كاسو تدفع تلك الغرامة إلى شركة القطارات ويصبحون هم المسؤولين على ذاك الملف شخص اشترى شيئا من موقع أوتو أو من موقع أمازون ولم يستطيع دفع الفاتورة ما قام بشرائه أو كان عند الشخص تقصيد ولم يقوم باستطاعة دفع ذاك التقصيد شركة الأمازون وشركة أوتو يعطون الأمر إلى شركة إن كاسو تتكفل به مثلا شخص لم يدفع إيجار بيته شركة البيوت تدفع الأمر إلى شركة إن كاسو شخص طلب منه من الجوب سنتر أن يعيد مبلغا معين لأن ذاك الشخص عامل أو الجوب سنتر دفع له أكثر من اللازم إذا الشخص لم يدفع تلك الفاتورة بسرعة الجوب سنتر يعطي الأمر إلى شركة إن كاسو فقط بالنسبة للجوب سنتر ومكتب العمل عندهم شركة إن كاسو تابعة لهم يعني لا تستغلوا الناس استغلال كبير وسوف أتكلم معكم بهذا الخصوص شركة إن كاسو الخاصة بالجوب سنتر لا تعمل تلك الغرامات مثل ما تعمل شركة الإن كاسو الأخرى شخص عمل عقد أنترنت أو هاتف أو أي شيء ولم يستطع دفع الفاتورة أيضا تلك الشركات تدفع الأمر إلى إن كاسو تقوم شركة إن كاسو الذي أخذت ملفكم من شركة القطار شركة البيوت شركة التليفون من الأمازون من أوتو من أي شيء من هذه الأمور تقوم شركة إن كاسو بإرسال رسالة إليكم ويقولون لكم يجب عليكم أن تدفعوا هذا المبلغ لأن هذا المبلغ عليكم مثلا نعطيكم مثال شخص مثلا ركب بالأسود وطلبت منه شركة القطار دفع 60 يورو عندما لا يدفعها إلى شركة القطارات أصدقائي شركة إن كاسو التي أصبحت الآن مسؤولة على ذلك الملف لا تطالب الشخص بـ 60 يورو بالأسود الغرامة إنما تطالب الشخص بـ 100 يورو يعني تضع على ذلك المبلغ مبلغ أتعابها ومبلغ الأتعاب مبالغ فيه بشكل فضيع يرسلون رسالة للشخص تلك الرسالة مليانة بالتهديد والتخويف والترهيب بالمحكمة وبالحجز على حسابكم البنكي والتخويف أو حتى السجن إذا لم يدفع بعد أسبوع يرسلون رسالة ثانية ويزيدون الغرامة ويزيدون المانونج ويزيدون الأتعاب إلى 20 يورو زيدا إذن إذا الواحد ركب بالأسود كان سوف يدفع 60 يورو ويقفل الملف بذاك السبب لأنه لم يدفع 60 يورو غرامة أو بأنه أصلا ركب بالأسود وهذا خطأ كبير شركة إنكاسو تزيد عليكم ويصبح الشخص بدل أن يدفع 60 يورو يطالبونه بـ 200 يورو أو بـ 300 يورو أصدقائي إذن أول شيء قبل أن نبدأ بتحليل الموضوع أول شيء احضروا دائما من عد أبن عملي ديون في ألمانيا لا تشتروا شيئا إلا إذا كانت عندكم قيمته أصدقائي إذا كان عندكم ديون مع شركة أمازون أو شركة أوتو أو شركة الهاتف أو شركة البيوت أو مثلا بالقطار ركبتم اتصلوا دائما بتلك الشركة مباشرة واطلبوا من الشركة أن تعمل لكم تقصيطا أصدقائي قبل أن تلك الشركة تتعب من محاولة التواصل معكم وتعطي ملفكم إلى شركة إنكاسو وتسقطون في فخ صعب الخروج منه إذن دائما حاولوا التحاور مع الشركة ماذا يحصل عند شركة إنكاسو هناك نوعين من الشركة شركة إنكاسو لأنكم فعلا لم تدفعوا فاتورة وشركة نصابة الشركة النصابة أو إلى آخر يجب أن في البداية إذا وصلتكم دائما رسالة أن لا تخافوا لا تخافوا أبدا ولا تقلقوا أبدا واطلبوا المساعدة إذا لم تعرفوا اللغة الألمانية سترسل لكم شركة إنكاسو الرسالة الأولى ستهددكم بالمحكمة ستهددكم بالحجز على حسابكم بالكونتو بالبنكي سوف يهددونكم بالسجن هذه كلها تهديدات فارغة يمكن أن يعملوها إذا كانت عليكم الأمور يمكن أن يعملوها وعملوها مع بعض الأشخاص بطبيعة الحال أول خطوة يجب أن تعملوها هو عدم الخوف وعدم القلق تاني خطوة يجب أن تعملوها أن تطلبوا المساعدة من عند أصدقائي فابغوخة سنتخالة حماية المستهلك هيئة حماية المستهلك توجد في كل مدينة وفي كل منطقة اسمها فابغوخة سنتخالة فابغوخة سنتخالة تذهبون عندهم وتعطوهم الرسالة الخاصة بالإنكاسو وسوف يعطوكم استشارة ويساعدونكم بالأمر إذا عليكم ديون كثيرة وترغبون أن تتخلصوا من هذه الديون يمكن أيضا أن تتكلموا مع شلدنا بغاطة شلدنا بغاطة هو شخص يساعدكم في دفع ديونكم جميع الديون يعني استشاري الديون هناك نوعين من شلدنا بغاطة شلدنا بغاطة خاص سوف تدفعون له وسوف يساعدكم وإخرجكم من الديون وشلدنا بغاطة يكون مجاني هذا الشلدنا بغاطة المجاني يكون تابع للسوتيال أو يكون تابع للجوب سنتر حاولوا أن تسألوا أصدقائي يجب دائما التواصل مع شركة إنكاسو والرد عليهم إذا جاءتكم رسالة ردوا عليهم وقولوا لهم كيف أرسلوا لنا كشف الحقيقي للحساب وراقبوا تلك الفاتورة وحاولوا التواصل معهم من أجل إيجاد حل لا تدفعوا بسرعة إلا إذا تأكدتم فعلا أن عليكم ديون أصدقائي إذا عليكم فعلا ديون وتسببتم في الديون حاولوا أن تتفقوا مع شركة إنكاسو بعمل تقصيط شهري للمبلغ لأنكم وقعتم في الفق يجب أن تتخلصوا من هذا الفق يوقف عليكم الزيادة وتعمل معهم تقصيطا شهريا للشهر إذا تأكدتم وقلتم أنا أبدا لم أشتري شيء وهذه شركة نصابة اكتبوا لهم بأنكم لم تشتروا شيئا ويعطوكم الدليل الحقيقي بأنكم فعلا اشتريتم شيئا ولم تدفعوا ثمنه وهنا شركة إنكاسو سوف تخاف وتقلق وهددوهم أنتم أيضا بمحامي وبالمحاكم لأنهم يكذبون عليكم وسارقوا بيانتكم وهنا سوف يتوقفون على تهديدكم أو توجهوا إلى فابغوخة سنترالة مكتب حماية المستهلك أصدقائي إذن نفهم من هذا الأمر أن شركة إنكاسو إذا وصل لها ملف عدم دفعكم لمبلغ معين ستصبح تلك الفاتورة غالية وسوف تزداد بـ 30% 50% أو حتى 100% أصدقائي حاولوا التواصل معهم شوفوا وركزوا هل أنتم فعلا اقتنيتم ذاك الشيء هل أنتم فعلا اشتريتم ذاك الشيء أم تلك شركة إنكاسو نصابة إذا كان الأمر فعلا حاولوا التواصل معهم والتفاهم معهم والاتفاق معهم على تقصيد في أسوأ الأحوال إذا فعلا شخص لم يدفع فاتورة ووصل الأمر إلى شركة إنكاسو في أسوأ الأحوال ممكن أن يقدموا دعوة قضائية للمحكمة ويمكن أن تحكم المحكمة أيضا بالحجز على حسابكم البنكي وأي مبلغ يدخل إلى حسابكم البنكي إما عن طريق الجوب سنتر السوتيال العمل سوف يحجزون عليه ويدهبوا مباشرة إلى شركة إنكاسو كي لا تصلون إلى هذا الأمر التواصل والتأكد من الفاتورة وإيجاد حل يناسبكم ويناسبهم هذا ما رغبت أن أقول لكم نتمنى السلام للجميع شكرا لكم والسلام عليكم إلى اللقاء